يفتح تحرير مديرية حريب الطريق أمام عملية حرية اليمن السعيد لاستكمال بقية مديرية جنوب مارب على خط التقدم باتجاه تحرير صنعاء وكانت ميليشيا إيران الحوثية اتخذت من حريب إثر السيطرة عليها في سبتمبر الماضي معقلا عسكريا محوريا في إدارة الحرب العدوانية على مارب وتهديد محيط المركز الإداري للمحافظة وعلى مدى ثلاثة أشهر ارتكبت الميليشيا جرائم حرب وانتهاكات مروعة ضد الإنسانية بحق المدنيين في مديريات جنوب مارب وتتمحور الأهمية العسكرية لمديرية حريب في كونها منطقة حاكمة على خطوط الإمداد الرئيسة لمسرح العمليات في الجبهة الجنوبية وبتحرير حريب يفتقد الطموح الإيراني بالسيطرة على مارب قاعدة مركزية مهمة في خريطة توسعه العسكري على المساحة اليمنية وفي هذه الحال تكون خسارة الحوثيين لما تبقى من مديريات السيطرة في جنوب مارب مسألة وقت محسومة وميسورة التحقق بأقل تكلفة عسكرية إذ تدخل الميليشيا مرحلة التطويق الكامل لها من قبل قوات الشرعية وحصارها في كماشة محكمة ما سيؤدي حتما إلى انهياراتها المتسارعة والوشيكة خاصة مع انقطع خطوط الإمداد الحيوية عنها ورغم خندقت الحوثيين لمحيط مديرية حريب والتمترس داخلها بعدها زائم الميليشيا وفرارها من جبهات الشمال الغربية لمحافظة شبوة وزراعة حقول الألغام على مداخل المديرية لإعاقة تقدم عمالقة الجيش الوطني إلا أن عملية تحرير حريب تمت في وقت قياسي يمثل صدمة عميقة لإيران وميليشياتها الحوثية المتقهقرة ترجمة نانسي قنقر